عايزة تغنى النهاردة تحديداً بما قدمه فريق النادي الأهلي في مباراته أمام الاتحاد السكندري مباراة انتهت منذ ساعتين تقريباً وأقيمت على استاذ القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة النادي الأهلي بيوصل انتصاراته الجادة والقوية ويحقق الفوز بربعية مقابل هدف أنا الجندة الجندة اللي فريق معي لا هاتلي الجنة يا سميد من أوله لو سمعت اللي فريق معي في الجن ده الترئيسة عمر كمال للباكرو أنا عايزك تجيب لي فرحة عمر كمال بعد بص بص الجرينتة إحنا بنسميها في الكرة الحماس عايز يموت عايز يأكل بيأكل في نفسه عمر كمال لا هاتهالي يا سميد من أوله لو سمعت فهي دي اللي بتموت هي دي اللي أنا عايزها وهي دي اللي أنا بطلبها وهي دي اللي فرق معي هي الجرينتة بص 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 عمر وخلي بقى لك هو ماتش في الدوري يعني مش ماتش وهو عارف ان هو مش هيلعب المباراة القادمة في نهاية أفريقيا لانه مش متأيد في أفريقيا ولكن عمر أم عمل كده وقاعد مش عارف أنا بقول لحضراتكم ان مثل هذه الأمور بالنسبة لنا بتبين لي حاجة مهمة جدا بتبين لي حاجة مهمة جدا بتبين لي قد ايه هي مش جاية يعني هي مش جاي بينها فحاولوا تجيبوها كاملة يا جماعة اللي بقولوا هنا انه مثل هذه الروح هي اللي بتديني التلات نقط أداء جيد وكل حاجة نهاردة الأداء جيد بكرة الأداء أحسن بعده الأداء أقل شوية بعده في المباراة اللي بعدها وهكذا هي دي كرة القدم ولكن الروح دي احنا في بعض الأوقات بنفتقد الروح دي بنفتقد الروح دي يعني أنا بالنسبة لي فرحة عمر كمال اللي قبل يعني ما عارفش بقى هي مش جاي هنا أنا شفتها فين لكن أنا شفتها هنا عمر آه يعني يعني هو عمر هنا وجرينتها اللي بيعملها وفرحته حتى بالهدف اللي جابه هي دي الحاجات اللي أنا بتكلم فيها لكن أداء أداء فني على أعلى مستوى الجهاز الفني من هذه المباراة كسب كسب كتير مكاسب مهمة في توقيت مهم أربع أهداف وسام أبو علي من راكل الجزاء في ديئة 28 زي ما حضراتكم شفتوا وردة سليم رايق حاجة رواءان كده وحاجة حلوة جدا وحط جون في ديئة 32 30 وبعدين عمر جون رائع ثم كهربة بيختتم أنا بالنسبة لي جون ردة سليم ده حاجة حاجة حلوة جدا جون حلوة قوي 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 وردة سليم ده من اللعبة الجامدة جدا جدا في النادي الأهلي وحاجة يعني بص المهدي سليمان من أفضل حراس المرمى اللي موجودة في مصر لكن بيبص على الكرة زي وزينا يعني بيتفرج على حلاوة وجمال كرة ردة سليم في هذا الهدف حاجة جميلة جدا وحاجة هنا بص بقى عمر بص دي الهدف اللي جابه عمر يعني عمر هنا في الجون ده هي دي لعبة عمر كمال وهو ده اللي احنا مستنيينه من عمر كمال بالمناسبة الكرة دي واللي زيها واللي زيها واللي زيها الحمد لله النادي الأهلي قدر يحرز هدف زي ما حضراتكم عرفته ان اختيارات الموديل الفني لمن يسدد ضربة الجزاء اصبحت وإحنا في الملعب كده يعني أنا شفت رمي ربيعة راح اتكلم مع كوكولر وقال له امام او قال له انا اسف وسام في اول ضرب الجزاء وبالفعل وسام هو اللي عمل ضربة الجزاء الاولى وفي ضربة الجزاء دي كهربا هو من وضع ركلة الجزاء ووضع الهدف الرابع ليتقدم النادي الأهلي الى المركز السابع برصيد 30 نقطة خلي بالك النادي الأهلي مش فرحان بالمركز السابع ولا حاجة ولكن هو المركز السابع ده لان لنا سبع مباريات مؤجلة ان شاء الله احنا كفريق قادرين على الفوز ب7 مباريات واعتلاق صدارة الدولة الممتاز الاول انا مش هفكر في الصدارة ولا في اي حاجة ولا في السبع مباريات انا هفكر في مباراة البلدية المباراة القادمة الامر الايجابي بالنسبة لي هو ايضا القوة الهجومية النادي الأهلي هو الافضل في مصر في الفترة او في الدولة العام المصري اخر فترة بالمناسبة النادي الأهلي في اخر 3 مباريات مسجل عشر أهداف ثلاثة في مازنبي ثم ثلاثة في الجونة وأخيرا أربعة في مرمى الاتحاد السكندري بالنسبة لي وبالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي الوضع هنا مطمئن جدا قبل خوض مباراة الترجي على الرغم مننا ماتش الترجي هيبقى مختلف تماما عن المباريات الدوري حتى كضغط جماهيري وكتواجد جماهيري كل حاجة هتلاقي الوضع مختلف تماما النهاردة وسام بيكتسب ثقة وسام أبو علي بيكتسب ثقة من مباراة أخرى ريدا سليم بتعود له ذاكرة التهديف مرة أخرى ويواصل النجمة كهرباء تسجيل الأهداف أيضا عمر كمال وواحد من أجمل وأحلى الأهداف في الدوري العام المصري وبيضبط عمر في كل مباراة أنه هو صفقة مميزة وإن شاء الله يعني تبقى حاجة جميلة جدا وخلي بالكو عمر خد أفضل لعب النهاردة لتاني مرة أعتقد في الدوري العام من ساعة ما جيه وهو ما بيلعبش في أفريقيا على الرغم من هو بيلعبش في أفريقيا ولكن مستر كولر بيعتمد عليه في مباريات الدوري العام ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بثلاثة نقاط غالية وثلاثة نقاط إن شاء الله يعني تكون في طريق عودة النادي الأهلي إلى صدارة الدوري خلال الفترة القادمة يعني أنت أقل فريق في الدوري خاد مباريات ولكنك أقوى هجوم في الدوري برصيد 33 هدف مستر كولر النهاردة بالمناسبة أدار هذه المباراة باحترافية شديدة قدر يتفوق على واحد من المدرب الدوري المخضرمين كابتن طارق العشري واتطمن على جهزية جميع اللاعبين والحمد لله الثقة موجودة عملية التدوير رائعة بيتم اتباحها مع الفريق وبيؤكد أن مستر الوضع اللي احنا فيه بيؤكد أن مستر كولر مدرب من تراز فريد